خلال الكام سنة اللي فاتوا ما فيش شك طبعا أنه الدبلوماسية المصرية نجحت في التعامل مع مجموعة كبيرة من الملفات والقضايا الكبرى يمكن كان أخيرها بالتأكيد القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قضية طرحت فيها مصر رؤية شاملة لحل هذا التصعيد الإسرائيلي ومستقبل القضية الفلسطينية وده الأهم بالمناسبة بالإضافة طبعا إلى إجهاض المخططات والمؤامرات يمكن الدبلوماسية المصرية كان لها جهود قوية قامت بها القيادة السياسية بالتعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة ورعايتها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات عشان تقرب وجهات النظر وتحقق تطلعات الشعوب الموجودة في دول الجوار قراءة وافية عن نجاح الدبلوماسية المصرية في إضافة الملفات الكبرى خلال السنوات الأخيرة هنتعرف عليها دلوقتي من ضفنا الموجود معانا على التيفون سعدة السفير رخى أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية صباح الخير على حدرك سعدة السفير صباح الخير ليكي وسادة المشاهدين أهلا وسلام حدركتك إزاي قدرت الدبلوماسية المصرية أنها تدير الملفات الكبرى خلال السنوات الأخيرة اللي احنا شوفناها في الحقيقة الدبلوماسية المصرية وجهت أجل تحديات في السنوات الأخيرة يعني منذ ما عرفها بالربيع العربي أو الصورات العربية حتى الآن يعني من 2011 حتى الآن ومصر تواجه بتحديات عديدة أولا في الجوار نجد أن فيه اضطرابات مستمرة عندنا في الجبهة الغربية في ليبيا حتى الآن لم يستقر الوضع فيها أو مجالة تراوح الأزمة مكانها بالنسبة للشرق عندنا في القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي في سنوات مختلفة 2014-2021 الآن كل هذه التحديات استطيع الدبلوماسية المصرية بما لديها من خبرة متراكمة أنها يعني بتاخد مواقف تؤدي إلى إما تقارب وجهات النظر أو أنها تحويل المشكلة إلى عدة عناصر ممكن التهديئة فيها أو التغلب عليها وأن بالنسبة أيضا لأفريقيا يعني مصر لها دور في أفريقيا وعضويتها في المجلس الأمن طيب سعد السفير لو سمحت لي احنا نحتاج نعدي على كل ملف من هذه الملفات لكن نحط قاعد عريضة أو أنوان عريض وهو القاسم المشترك في كل التحركات المصرية والثوابت والمحددات المصرية وفقا لسياسة الخارجية المصرية إيه هو فن؟ يعني القاسم المشترك المحافظة على التعاون حتى عند حد الأدنى اللي هي شعرة معاوية وفي نفس الوقت عدم التفريض في مصالح مصر يعني ده هو نحط العنوان العريض فبالتالي بنحافظ حتى لو حدث خلافات بتظل في العلاقات يعني الحد الأدنى موجود اللي يحافظ على المصالح المشتركة طبعا وكان مثال الخلاف مع قطر يعني ظلت علاقات يعني لم تقتل علاقات نهائيا ولما ظلت العلاقات في كل الدول كمان سعد السفير اللي شهدت صراعات كانت هذه الدول كان فيها مشاكل دول عربية أو دول إقليمية كان دايما مصر تبحث عن الحل السياسي لهذه الأزمات والصراعات وبتؤكد أنه لا حل عسكري ينهي أي أزمة أيا كانت هذه الأزمة فيه يعني هو من خبرتنا خبرة مصر في إسرائيل عرب الإسرائيلي استمرنا من 48 حتى سنة 77 وإحنا في حروب متسرة واكتشفنا أن لابد نهاية كل حرب هو التفاوض والتوصل إلى سلام فلماذا لا نبدأ بما يسمى الدبلوماسية الوقائية أنه نحن مصر بتطبق هذا منذ السبعينات أنه إحنا يعني نحاول نعالج الأزمة قبل أن تتحول إلى اشتباكات مسلحة قبل أن تتحول إلى صراع مسلحة وإذا بدأ صراع مسلحة نحاول نحتويه حتى لا ينتشر إلى الإقليم كله فده يعني هو ده المبدأ اللي بتتابعه مصروريني لابد من العودة إلى السلام من أجل المحافظة على البشر والموارد الطبيعية التي كل دولة في العالم العربي أو الأفريقي بتحتاجها من أجل التنمية لأن التنمية هي الهدف الأساسي لتقديم خدمة للشعب أو للشعوب الأفريقية والعربية وتحسين مستوى معاشتها خلينا سافير نفند القضايا اللي حضرتك ذكرتها ونبدأ بالقضية الأبرز الموجودة على السحة العالمية دلوقتي وهو الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة كيف تعاملت الدبلوماسية المصرية مع ما يحدث في غزة يعني منذ البداية منذ 7 أكتوبر حتى الآن ومصر تحرص على أمرين أساسيين أولا المحاولة صد هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني لأنه ليس عدوانا عسكريا وإنما عدوان على المدنيين وتدمير حياة المدنيين بصورة غير مسبوقة يعني وانتهكت كل القواعد والقوانين فبالتاني أد هدف وقف القتال الهدف التاني أو متوازي معه الإمدادات بالسلع الغذائية والدواء والأجهزة الطبية والوقود للشعب الفلسطيني في غزة لأنه هو الآن بينتقل من المكان إلى مكان بعد أن دمرت كل المرافق الأساسية الحاجة الفوق ده كله هو إنهاء هذا الصراع والتوصل إلى تصور لحل القضية الفلسطينية لأنه فيه نوع من المراوغة وإدارة القضية وليس حلها يعني منذ 1993 حتى الآن بعد اتفاق أسلو والمفاوضات تراوح مكانها ما فيش تقدم بالعكس إسرائيل استغلتها مظلة لبناء مستوطنات والتوصل في المستوطنات وتهويد القضية فمن ثم مصر يترى أن ضرورة التوصل إلى حل لهذا ترح في الفترة الأخيرة بالنسبة لهذا الصراع ما يسمى الأفكار المصرية بتقوم على ثلاث مراحل مرحلة الأولى وقت القتال لمدة سبعين أو ثلاثة وتبادل أربعين أسير إسرائيلي مقابل 120 أسير فلسطيني ثم يعني ضمان الإمدادات بكميات كافية وتأمين وصولها لمستحقيها في كل أرحاء غزة ده المرحلة الأولى المرحلة الثانية تنتقل إلى التفاوض بين الفصائل الفلسطينية كلها لأن فيه فاصلين مش مضمين لمنظمة التحريف الفلسطينية وهم حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي وشكلوا حكومة بيسموها حكومة تكنقراط فنيين لماذا؟ لأن إسرائيل مصررة أن لا تعود حماس إلى حف مغزة والولايات المتحدة تدعمها كاملة الولايات المتحدة تطالب تجديد السلطة الفلسطينية الجو جيد مناسب لإجراء الانتخابات فمثل ما مصر اقترحت هذا الاقتراح أن تكون حكومة فنية يختروها كل الفصائل ويكون رديين عنها وبالتالي تحل المشاكل على كل المستوات المرحلة الثالثة وده بقى اللي هي فغاية الأهمية المرحلة الثالثة اللي هي تبادل كل الأسرة والمسجونين في إسرائيل وانسحاب إسرائيل من خطاع غزة وإجراء انتخابات فلسطينية تمهينا لتنفيذ العمل لحل الدولتين طيال التصور جاء للتفاوض عليه وصل بالأمس كان جلالة ملك الأردن عبدالله الثاني وقبله كان وزير خارجيته باعتبار أن مصر والأردن دولتين متداخلتين مع القضية الفلسطينية وهي جد أن يؤكد يا سعد السفير كمان أن مصر طرف فاعل في هذه القضية وهي طرف التي تملك كل خيوط الحل في هذه القضية وتهدئة التصعيد وده مش وليد اللحظة لا ده تاريخيا ده معروف عن مصر طيب من النقاط المضيئة أيضا في هذه القضية دعم مصر ورفضها الشديد يعني دعم مصر للقضية برفضها الشديد لتهجير الفلسطينيين قصريا خارج حدود أراضيهم لأن ده بيؤثر بشكل كبير جدا على تصفية القضية الفلسطينية هذا صحيح يعني بالنسبة للنقطة الأولى القضية الفلسطينية جزء من أن القوم المصري هي بوابتنا الشرقية بالنسبة لعملية التهجير القصري فهو ده خطة إسرائيلية منذ 14 سنة وهي تريد أن يسموه ترانسفير اللي هو تخفيف السكان في الضفة الغربية وغزة ومنحهم حكم ذاته مصر بترفض هذا والفلسطينيين والأردن رفضا باتا والمجتمع الدولي مدوق مع هذا لأن التهجير القصري ده جريمة ضد الإنسانية ده نحية نحية تانية في مخاوف فلسطينية الآن لأن كان فيه اقترح في مؤتمر باريس لدعم الفلسطينيين في غزة كان اقترحة خبرص أن يكون فيه خط إمداد ملاحي بالمواد المساعدات الإنسانية بين خبرص وبين موانئ غزة وتم يعني ترحيب بي الآن بيفكروا في بدء تنفيذه الفلسطينيين يخشون أن يسغلوا الإسرائيليين والتهجير عن طريق البحر إذا كان المنافذ الفلسطينيين رفضين فممكن أن يرفعوهم بالقوة تحت قوة السلاح ويركبوا السفن دي اللي هي جايبة المواد وفي عودتها تأخذوا معا فده الآن قضية موضع بحث بنسبة للتهجير القصري فده في الحقيقة يعني كما ذكرت أنه هو جريمة ضد الإنسانية وهدف تصفيت القضية الفلسطينية ولن يسمح بهذا لأن عندنا فيه قرار للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في اتفاق أصله اللي اتفاق عليه الفلسطينيين والإسرائيليين فيه الآن شعار حل الدولتين لابد أن توضع له خطة تنفيذية واضحة قابلة للتنفيذ شكرا شكرا لك السفير رخى أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية شكرا جزيلا حكرا لك شكرا ليصلك Thr participation اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشارس لك ضمنحل عمليا قوالة еты شكرا